بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين جاءتني اتصالات كثيرة بالأمس من دول شتى ورسائل تسأل عن خبر تعيين الشيخ أسامة الرفاعي حفظه الله مفتياً لسوريا وبعضهم يرسل صوراً فيها قرار كذا وكذا فما موقفي من ذلك الشيخ أسامة الرفاعي رجل أشعري شافعي صوفي والده الشيخ عبد الكريم كذلك أشعري صوفي أشعري صوفي شافعي ولهم جهود في نشر معتقد أهل السنة والجماعة والده ألف كتاب المعرفة وهو كتاب ابتدائي في العقيدة لأهل السنة والجماعة على طريقة الأشعرية وهم بيت الدين وعلم على طريقة أهل السنة نعم بل هي أسرة مباركة مباركة النسب أيضاً هي أصلاً أسرة صوفية مشهورة وعريقة فأنا لا أتكلم في هذا وقضية الجهة التي أعلنت والجهة والمجلس الذي قرر والمجلس الذي رشح وكذا وكذا وبالإجماع وبغير الإجماع أنا لست رجل سياسة هذه مجال السياسية وهيئات منبثقة عن لجان معارضة وكذا إلى آخره فهذا ليس من اختصاصي أنا ليس من اختصاصي هذا أنا نفسي وأتكلم في اختصاصي العلمي ولكن أشارك في شأن العام مشاركة عامة المسلمين أما التحليلات وهذا المجلس وما تاريخه وما فائدة هذا القرار وماذا سينفع المسلمين وكذا وكذا هذه يمكن أن تحول لأهل التحليلات السياسية ليحللوا فيها ما شاءوا ويركبوا فأنا لست من هذا القبيل ولست من هذا الصم الشيخ وسامة رجل محترم وكنت في دمشق إذا لم أخطب في مسجدي ولم أجد الشيخ البوطي كنت أصلي عند الشيخ وسامة أنا عادة أخطب إن لم أخطب فأصلي عند الشيخ البوطي شيخنا الشيخ الشهيد السعيد فإلا ما أجد كنت أصلي عند الشيخ وسامة وهو رجل محترم لطيف يقرر المسائل العلمية ولا نعلم عنه شذوذا عن أهل السنة والجماعة عن الشيخ وسامة أما المجلس الذي رشحه وانتخبه وكذا فليس من اختصاصي الحديث في مثل هذه المجالس لأنني يعني أنا أتكلم عن نواحي علمية ليس عن نواحي سياسية ولا عن منظمات سياسية إن بثقت عن معارضة أو عن موالاة أو عن غير ذلك ليس هذا من صنعتي ولكن أتكلم عن المفتي لنكون صريحين وواقعيين المفتي صار صورة شكلية بعد السقوط الخلافة الإسلامية شئنا ما بينه ربما حاول بعض المفتين أن يقاوم أو كان بعض المفتين له أثر كبير أو كان شخصية عظم كبيرة أعظم من المنصب فارتفع بهذا المنصب فصار الناس ينظرون إلى هذا المنصب نظرة احترام كل ذلك حصل ولكن المفتي لم يعد له سلطة دستورية حقيقية كما كان في الزمان الماضي يعني شيخ الإسلام كان يستطيع أن يحرك الجيوش كان يستطيع أن يرد أي قرار للسلطان نعم للسلطان للسلطان المسلمين إذا خالف الشريعة كان يستطيع أن يوقفه فكان السلطة المفتي أو الذي يسمى آنذاك شيخ الإسلام كان السلطة الدستورية بالمعنى الحقيقي يعني يستطيع أن يوقف قرارات السلطان بسلطان الشرع وآخر من ولي هذا المنصب العظيم شيخ الإسلام مصطفى صبري أفندي رحمه الله وقد كان جبلا من جبال العلم ووكيله نائبه شيخ الإسلام شيخ الإسلام محمد زاد الكوثري أقصد شيخ الإسلام رتبة وعلما ودينا لم يلي المنصب هو كان وكيلا بعد ذلك وبعد الاستقلال منصب المفتي صار شكليا للغاية يعين من قبل السلطان كان في فترنا الفترات ينتخب ثم يعين حتى لو عين ليس له أي سلطة حقيقية في سوريا موظف رفيع المستوى ما كنا نعرفه أيام إعلان هلال رمضان وأيام إعلان هلال شوال وأيام كذا وكذا لا أذكر في يوم من الأيام أني سمعت تصريحا علميا لمفتي في سوريا مذولته في مصر المفتي أحسن حالة من حيث السمعة ومن حيث لجوء الناس إليه الناس يوميا يرسلون آلاف الرسائل من أجل معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى في الدار الإفتاء المصرية ولكن المفتي في مصر هو عبارة عن موظف درجة أولى في وزارة العدل يعني وزير العدل فوقه نعم له مخصصات وزير واقتصاص والإعدامات والتوقعات ونحو ذلك ولكن لهم مجال عمل أكبر فالحقيقة التي نحب أن نتكلم فيها هي كيف نفعل الفتوى التي يفتيها المفتي كيف نرد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى كيف يرجع الناس إلى المفتي في أحكامهم الناس كما تعلمون الآن لهم مرجعيات كثيرة بديلة كثير من المسلمين يرجع إلى أشجرة الوهابية ليأخذ دينهم وهو مسلم سني لماذا؟ الدين عنده رحية طويلة وثوب قصير وعدة قصص وعدة مواعظ نحو ذلك فإذن الذي أراه أن مشكلة المسلمين أعظم بكثير من قضية اختيار مفتي إلغاء الخلافة إلغاء الخلافة يعني إلغاء العملي للسلطة الدستورية للمفتي كان هناك بعض المفتيين من العلماء في تونس بعض المفتيين له مواقف مشرفة في الشام بعض المفتيين السابقين كان له مواقف مشرفة في مصر كذلك ولكن العالم الإسلامي الآن كل العالم الإسلامي المفتي عبارة عن موظف رفيع المستوى رأيتم كيف ابن باز غير واحد من نواقض الإسلام من أجل أن يرضي الحكام رأيتم هذا في دولة ترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله كل الناس رأوا هذا الاستعانة بالمسلمين بالمشركين هو تعبير بن عبد الوهاب يقول المظاهرة المظاهرة مظاهرة المشركين على المسلمين حصلت ومع هذا أفته بها وهذا في دولة يعني عندهم سلطة دستورية للمفتي فالقضية يا جماعة أن المفتي عبارة عن موظف رفيع المستوى هذا إذا كان في بلد مستقر وفي دولة حقيقية أما في دولة افتراضية وخارج أرض الواقع فمنصب شرفي منصب شرفي يعني هكذا يحترم ويقال له المفتي أما الرجال الذين نعرفهم وأيضا الشيخ سامن منهم إن شاء الله يعني أعلى قدرا من هذا المنصب وأعلى من الإفتاء وكذا أعلى من الإفتاء الحقيقي ليس من الإفتاء الذي يكون بهذه الطريقة أحمد حسون يوم عين قلت كلمتي آنذاك وأذكرها جيدا كنت في مصر طالبا في الدراسات في الدكتوراه بلغني وخبر تعيين هذا الرجل طبعا تأخر كثيرا في تعيين مفتي في سوريا أكثر من ربما يعني أشهر طويلة ثم فوجئنا بقرار صادم بتعيين أحمد حسون قلت آنذاك هذا فيه إهانة لكل مسلم لكل عالم من علماء سوريا أن يكون المفتي هو أحمد حسون وبينت رأيي منه في أكثر من تسجيل فأرجو يعني لإخوائنا أن نعلم الحقيقة نحن الآن الناس يرجعون إلى العالم الذي يرتضونه سلطات دستورية للمفتين لم تعد موجودة والمفتي في البلاد المستقرة عبارة عن وظيفة محترمة يظهر في التلفزيون و يعني في منصب عالي رفيع المستوى ويستقبل آباء الكنيسة ونحو هؤلاء والشيوخ والعلماء وفي المناسبات يكون في الصف الأول ربما بجانب رئيس الدولة هذا هو المفتي يعني لم تعد له سلطة حقيقية مؤثرة فمشكلات المسلمين أعظم بكثير من تعيين مفتي البحث عن مشاكل اللاجئين السوريين مثلا والمشكلات التي يعيشونها وواقع الحياة وهذا الاضطراب وهذا التململ وهذا الاحتقان كل هذه أشياء حلها أولى من تعيين مفتي وليس كلامي موجها إلى أحد إنما موجها لمن سألني هذا السؤال فأرى أن القضية التي هي بلاء المسلمين أعظم بكثير من أن يحلها تعيين مفتي أو عدم تعيين مفتي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ترجمة نانسي قنقر